السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أعزائي التلاميذ تكلمنا فيما سبق عن أقسام الكلمة واليوم إن شاء الله نسترتل في تقديم دروس اللغة العربية واليوم إن شاء الله سنتحدث عن الفعل وعن أنواع الفعل سنتحدث فقط عن الفعل وأنواع الفعل ما هو الفعل وأنواع الفعل وفي فيديو قادم إن شاء الله سوف نتحدث عن علامات الفعل بداية ما هو الفعل الفعل في اللغة العربية هو ما دل على حدث مقترن بزمن هو ما دل على حدث مقترن بزمن هذا هو تعريف الفعل وينقسم الفعل في اللغة العربية إلى ثلاث أقسام وهي الفعل الماضي الفعل المضارع والفعل الأمر الفعل الماضي والفعل المضارع والفعل الأمر الماضي وهو ما دل على حدث وقع قبل زمن التكلم بمعنى حدث وانتهى وهو ما وقع قبل زمن التكلم أي فعل حدث وانتهى مثلا أو مثال كتب دخل دخل خرج قرأ كل هذه الأمتلاق حصلت في زمن الماضي كتب قبل أن أقول كتب كتب الطفل كتب في زمن الماضي دخل خرج طرأ أما بالنسبة لزمن المضارع وكما قلت لكم إن شاء الله عن علامات الآل الفعل سوف نتحدث عنها في فيديو قادم آخر أما بالنسبة لزمن المضارع وهو الفعل أو وهو ما يقع ما يقع أو ما يحدث يمكننا نقوله ما يقع أو ما يحدث الآن أو أثناء زمن التكلم بمعنى أن ما يقع الآن في هذا الوقت بالتحديد أو أثناء زمن التكلم مثلا أو مثال نفس الأفعال اللي أخذينا في الماضي حول المضارع يكتب 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 يدخل يقرأ يقرأ إلى آخره من الأمثلة المضارع أعيد وهو ما يقع أو يحدث ندر هنا أو ما يقع لكم خلط يحدث الآن أو أثناء زمن التكلم يعني اللي كيوقع في هذا اللحظة أو اللي كنكون كنهضر فيها هذه الأمثلة يكتب يدخل يقرأ يخرج إلى آخره وهناك الزمن الأخير وهو الأمر والأمر معناه الطلب أو الأمر معناه الطلب أو الأمر وهو ما سيحصل في زمن المستقبل الأمر معناه الطلب أو الأمر وهو ما سيحصل في المستقبل مثال اكتب ادخل يعني هناك نطلب أو لك نأمر وهو الأمر اخرج اقرأ هذا الشرح بسيط كنتمنى أن تكونوا استفتوا منه بالنسبة للشرح ديال تعريف الفعل وكما أخبرتكم في وسط الفيديو أن إن شاء الله بالنسبة العلامات العلامات ديال الزمن الماضي وزمن المضارع وزمن الأمر غادي إن شاء الله نحط لكم فيديو آخر كنتمنى إن شاء الله أن تكون عمة الفائدة وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله مع السلامة ترجمة نانسي قنقر